موسيقى هذا وعقد جلالة الملك عبد الله الثاني جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك تناولت العلاقات الثنائية والجهود المفذولة لمحاربة الإرهاب وتطرف الذي يهدد الأمن ويزعز الاستقرار في المنطقة والعالم وأكد جلالة الملك خلال المباحثات دعم الأردن للأشقاء العراقيين في مساعيهم لترسيخ الأمن والاستقرار في بلدهم الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة بدوره أعرب العبادي عن تقديره لوقوف المملكة بقيادة جلالة الملك إلى جانب الأشقاء العراقيين في الظروف الصعبة التي يواجهونها مؤكدا الحرص على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات اشتركوا في القناة